ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بداية الأسبوع القادم وتداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالطلبة الجزائريين بكندا وكذلك مواقع إخبارية محلية أخبار تتعلق بترحيل سلطات الحدود الكندية لمجموعة من الطلبة الجزائريين يبلغ عددهم 14 طالبا مسجلين بمؤسسات تعليمية كندية مباشرة بعد وصولهم إلى مطار تريدو الدولي عبر الخطوط الملكية المغربية يوم الاثنين الماضي ونقل موقع كل شيء عن الجزائر المقرب من السلطة الحاكمة أن الصفارة الجزائرية في المغرب أعلنت عن رحلتي عودة من مطار الدار البيضاء عبر شركة الخطوط الجوي الجزائرية ابتداء من الاثنين 18 يناير بعد الظهر والخميس 21 يناير بعد الظهر مشيرة إلى أن التداكر ستباع في وكالة الخطوط الجوي الجزائرية في الدار البيضاء ابتداء من اليوم الأحد وقالت الصفارة الجزائرية سيكون من الممكن أيضا شراء التذكرة مباشرة من المطار يوم المغادرة مذكرة بأنه يجب على الركاب تقديم اختبار بيسي آغ سلبي تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من مغادرة البلاد عبر رحلة الخطوط الجوية الجزائرية ومنذ الاثنين الماضي تقطعت السبل بعشرات الطلاب الجزائريين في مطار الدار البيضاء بعد طردهم من كندا من قبل خدمات الهجرة وإعادتهم إلى المغرب على متن الخطوط الملكية المغربية التي استخدمها في رحلتهم المتجهة إلى كندا وفي فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي استنكر الطلاب الجزائريين تخلي السلطات الجزائرية عنهم ولا تقوم الخطوط الملكية المغربية بتشغيل رحلات خاصة إلى الجزائر بسبب إغلاق الحدود الجزائرية الذي يستمر منذ 17 مارس ولم تحدد الخطوط الجوية الجزائرية رحلات العودة من المغرب وتداولت العديد من الصفحات فيديوهات توتق تواجد الطلب بمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء في انتظار إيجاد طريقة لإعادتهم إلى الجزائر في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا وفي وقت حاولت فيه الصحافة الجزائرية رمي الكرة إلى ملعب المغرب أكدت مصادر من مطار محمد الخامس لجريدة إيسبريس الإلكترونية أن طلبة الجزائر هم ضحايا القرارات التي اتخذت السلطات الجزائرية بخصوص الرحالات الجوية مع المغرب وأوضحت ذات المصادر أنه منذ 11 يناير الماضي اتخذت الجزائر قرارا يقضي بوقف الرحالات الاستثنائية الجوية مع المملكة المغربية ولم تعد تسمح للشركات الجزائرية أو شركة لارام أو شركات تجارية أخرى بتنظيم أي رحالات بين البلدين وأضافت المصادر ذاتها أن الطلب الجزائريين كانوا قد سافروا إلى كندا عبر الخطوط الملكية المغربية وتنص الإجراءات الجاري بها العمل على إعادتهم على متن الخطوط نفسها في حالة عدم قبولهم من قبل الدولة المتوجهين إليها نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب